أوروب اللعبة وايد حلوة حق ربع الجنجفة سهلة ما فيها شي غير الأرقام بس فيها تفكير و لحسة مخ تقلون تلعبونها ثلاثة أشخاص كل واحد ضد الثانية وتقلون تلعبونها أربع أشخاص في ماتة أثنين أودة أثنين راح نوزع 12 كرت حق اللاعب ونحطه الكروت اللي لونها ذهبي بره بالطريقة هذي وكل لاعب راح ياخذ كرت ذهبي كذلك إنت صفر الذهبي هو راح يكون الحكم في كل جولة وللاحظ كذلك أن الحكم من جدام ومن وره نفس اللون عشان اللي عنده حكم بيذه اللاعب يضنده يدري شنو الحكم اللي عنده مبلش اللعبة أول شي كل لاعب راح يختار رقم ويحطه من المقلوب تحت بعدين رقم وكل يختار راح نكشف كرت هذا الرغم عبارة عن عدد الأكلات اللي أنت تتوقع أن نكتاكلها نبدأ اللعبة راح تلعب رقم الزات البنفسجي الحين اللاعب اللي وراك لازم يلعب زات ثاني ما يصير يلعب نفس الزات شلون يعني؟ يقدر يلعب الأزرق بس ما يصير يلعب البنفسجي لأنه نفس اللون الحين اللاعب اللي وراهم كذلك لازم يلعب لون غير عنهم فهو لعب الأخضر وآخر لاعب لعب الأحمر الحين اللي يأكل الأكلة هذي هو أكبر رقم فللاعب الثمانية راح يأكلها ياخذها حقه بس ها اللي لعب أسقر رقم راح ياخذ نفس الرقم هذا من الحكام اللي موجودين براه فرح ياخذ الحكم رقم اثنين يحطه عنده وهو اللي راح يلعب الأكل اللي وراها اللي لعب الثمانية راح ياخذ الأكلة بس اللي لعب أصغر رقم اللي هو الأثنين وهو للحق يفتتح الأكلة اليديدة فرح يلعب شذي نحط لون غير لون غير لون غير أكبر رقم راح يأكل الأكلة اللي لعب اللون الأخضر بس اللي لعب الواحد راح ياخذ حكم من براه وهو اللي يفتح الأكلة اللي وراها ازين اذا كان النزول شذي انت لك الحق الطق بحكم اللي هو الأصفر انت اللي راح تاكل الأكلة واللي يلعب حكم أكبر وهو اللي راح يأكل بس ها بالحالة هذه لما نشوف منه أصغر رغم ما نطالع الحكام نطالع الألوان العادية فليلاعب الأثنين وهو اللي راح يأخذ حكم أثنين إذا كان موجود الحكم بره في السوق وهو اللي راح يلعب الأكل اللي وراه ونحط ببالنا اللي يأكل أي أكلة فيها حكم راح يأكل الألوان هذه يأخذها حقه بس الحكم لازم يرده بالسوق من شروط اللعبة أنت ما يصير تفتتح الأكلة أو النزول بحكم وإذا كان عندنا تعادل في أكبر رغم موجود آخر واحد لعب الرغم هذا وهو اللي راح يأكل نفس الشي آخر واحد لعب أصغر رغم إذا كان متكرر وهو اللي يأخذ حكم راح تنتهي اللعبة لما واحد منكم يقول أنا ما أقدر ألعب ما عندي إلا لون موجود بالأكلة فالشذير راح تنتهي اللعبة أو عنده حكم بيده بس ما يبي يلعبه وكذلك ما عنده لون ثاني مناسب يلعبه حق الأكلة فهو يقول أنا خلصت يوريكم الأوراق اللي بيده وتنتهي الجولة كذلك الحكم وايد قوي تقدر أنت تقول أنا بلعب حكم بس مو بالأكلة بحطه بره أبي أبدل الرغم هذا اللي هنا أنا أبي أكلات يكونون أربعة بدال الخمسة فرح يشيل هذا وصار بيده الحين هو أربع أكلات يقول أنا بنهي الجولة في المثال هذا يقول أنا بيدي أزرق ما أقدر ألعبه لأن الأزرق موجود هنا وأنا ما اكل أربع أكلات انتهي القيم راح تأخذون نقاط حسب عدد الأكلات إذا كان عدد الأكلات بالضبط نفس الرغم اللي أنتم من وقعينه راح تأخذون دبل الرغم هذا نقاط بس إذا أنتم كليتوا أقل من الرغم ما تأخذون ولا نقطة واللي يأكل أكثر من الرغم اللي هو متوقع راح يأخذ بس الرغم اللي هو متوقع لكالنقاط